تقرير طبي بيؤكد ان شرين عبدالوهاب ادمانت المخدرات وان هي لازم تبدأ العلاج اهلا بكم متابعين قناة سيف ترند تم نشر تقرير طبي بيؤكد ادمان شرين عبدالوهاب وان هي لازم تبدأ العلاج فورا بحيث ان النجمة المصرية بتعاني من حالة صعبة جدا بسبب ادمانها للمخدرات وما زالت ازمة شرين عبدالوهاب هي حديث رواد التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وخصوصا بعد خبر تعطيها المخدرات مع طالقها حسام حبيب وصارة نخلة وهم دول السبب ان هي تدخل الطريق ده وبعد ما تم دخول شرين عبدالوهاب للمستشفى تبين ان هي وصلت لمرحلة الثالثة من الادمان وان هي بحاجة شديدة جدا للعلاج الفوري وللأسف حالتها خطيرة جدا واللي اكبرها ان هي تدخل المستشفى واخوها محمد عبدالوهاب وطبعا انتشر اخبار خلال الساعة الليلة اللي فاتت ان هو ضربها وان هي تم اصابتها بقطع في الرباط الصليبي وبعد كده محمد عبدالوهاب عمل مداخلة هاتفية مع عمر اديب وقال اني ما حصلش ضرب مني لشرين عبدالوهاب وانا بالفعل اكبرتها ان هي تدخل المستشفى علشان تتعالج من المخدرات اللي ادمنتها بسبب حسام حبيب وصارة نخلة وطبعا بحسب المصادر من المقرر انه يتم عرض شرين عبدالوهاب على لجنة من وزارة الصحة علشان يعينوا حالتها ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة علشان يعالجوها من الادمان وكمان الالاج النفسي وتقريبا هو ده اللي سبب في ارتفاع وزنها او زيادة وزنها في الفترة الاخيرة ده كان موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص شرين عبدالوهاب وان هي حالتها خطيرة جدا وصلت الدرجة الثالثة من حالات الادمان ما تنساش تعمل لايك للفيديو واتشرفنا بالشراك في القناة تظرونا في حالة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته